موسيقى خبارك يا شباب معاكم محمد جامل للقناة العميد وحلقة جديدة في لعبة بي سي بلدنج سيمليتر الحلقة اللي فاتت بدينا تجميع الأحلام والحلقة اللي ان شاء الله هنبدأ نبني تجميع الجيمينج بالكامل بدأ لو انت جديد ما ننسيش لايك والاشتراك في القناة بسيو صلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم نيجي بقى هنا اول حاجة نختار الجهاز طبعا الناس اللي اول مرة تشوف اللعبة وتعرفها انت حرفيا هنا بتجمع الكمبيوتر بحقوة حقيقة زي ما انت شايف الكولينج والماثر بورد والموماريز فالنهاردة نعمل تجميع الجيميج مش تجميع التجار المخدرات لا تجميع الجيميج اول حاجة هندخل على الكيسة انا احد الناس مبصش للشكل اول فانا مش ههتم بالشكل النهاردة على قد ما ههتم بالاداء لانو انتو عارفين طبعا الاجهاز متشايفين خمسينات خمسة واربعين عندك برضو جايفين الاجهازة بتزيد احنا هناخد الكيسة اللي شكلها جميل دي لا خلينا احنا في الشفافة دي عشان برضو في ناس بتحب الشكل برضو بتوبة لونها كده بيضة وحلوة نقدر كمان نديلها لون من هنا من الاماكن دي ولكن بعدين يعني ان احنا كده كده مستقبلية ان شاء الله هنبدأ بقى نستقبل بقى اجهزة كمبيوتر ونصالحها لما بايزة كارت الشاشة هنبدأ نصالحها لحاجات دي وزي ما انتم شايفين الكيسة بتاعتنا نميجل في الكهة هي دي من جوة بسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة شايفين صراحة لي عجبني في الاجهزة او في الكمبيوترات اللي انت بتجيبها لها البوكسات بتلاقيها فاضيع كده وكبيرة ومساحة كبيرة كده او من جوة خاصة مكان البورسا بلاي تحت طيب خلينا نفك اللي ورا ما اعتقدش ان ورا هيبه فيه حاجات اه مفيش مكان اصلا للس اس دي والكلام ده كله فخلينا نقفل الظهر تاني البوردة هنجيبها قوية شوية وهي من زد تلتمية وتسعين ام الكيسة دي برضو جامنج برو جامدة جدا بتستقبل رمات دي دي ار فور كده انا شايفين كده ركبناها هي واو شكلها كويس صراحة فيها اربع منافس رمات عشان نبقى نقدر نشغل وضع الدوت شانل والدوت شانل طبعا احسن من الوانت شانل بالنسبة لبورسوسر هنجيبه كور اي ناين تسعة تسعمائة كي بورسوسر اللي قابل لكسر السرعة نفتح كده الغطة نركب بروسوسنا الجميل قفل الغطة تاني هنبدأ نجيب رامتين من هايبر اكس بسرعة تلات تلاف ستمية جيجا هرتس دي دي ار فور نفتح كده الكليبسات طبعا احنا هنركب رامة في اول واحدة ورامة في تالت واحدة ماينفعش تحط الرامتين جنب بعض يعني لازم تخلي بينهم مسافة هما الاتنين وهنجيب الامدوتو كينج ستون ده هيتحط عليه الويندوز هيبقى من مساحة 500 جيجا بايت نبدأ نركبه هنا سرعته اضعاف سرعة الاس اس دي يعني تخيل اللي عنده اس اس دي كأن كمبيوتر وطيارة تخيل بقى لو انت عندك امدوتو حاجة خرافية الصراحة بالنسبة للهاردات العادية احنا هنجيب هاردين الواحد تلاتة تيرة والدي هتوبة خاصة بمساحات التخزين بس يعني مش هنجيبها مسلا خاصة باي حاجة تانية هي بس خاصة بمساحات التخزين بس اي دي الهارد الاول و اي دي الهارد التاني شكرا بالنسبة للباور سابلايا هنجيبه من جيجا بايت اوراس 750 وط علشان يستحمل اداء كارت الشاشة العالي اللي احنا هنحطه للكمبيوتر ركب اهو اذا ما تشايفين ده حجمه ما شاء الله خرافة يعني نبدأ نحط المعجون على البروسوسر انا من طبيعتي بحب كده اروح حط المعجون في النص وارح حاطط عليه الهيتفينج او المبرد انا واحد بالنسبة مش بقتنع بالتبريد الماء نهائي اخاف ممكن مسلا تبريد الماء يفتح في الجهاز جوه يبوز الجهاز عندي كله ويطلب في القطعة الكتير فلذلك انا هجيب الكولر ماستر هايبر ميتين واثناشر ال اي دي تيربو مبرد داجابورة يا جماعة احسن من مبرد الماء بكتير مبرد الماء مالوش امان فاحنا هنجيب ده ونبدأ نركبه كده حتى شايفين حجمه قد ده ضخم فعلا شايفين شايفين الضخمة اللي فيه للدرجة اللي انا هحس ان هو هيطلع من برا الكيسة بس الحمد لله مسيطرين على الوقت بالنسبة لكارت الشاشة هنجيبه من ارتي اكس تلاتين تسعين ارتي اكس تلاتين تسعين تخيلوا عامل كم؟ عامل بالدولار ارفين وتسعين دولار يعني احنا كده ما شاء الله علينا جبنا تجميع عشر سنين قدام علي يا باشا نبدأ نركبه هنا ولكن قبلها لازم نشيل البنات اللي هنا عشان يقدر يركب احد الاولى واد التانية وادي كارت الشاشة واو شكله الكارت جامد بس بصوا تحسوا كده مالي الجهاز ده خيل انت بقى لو حطت الكارت ده في كيسة استيراد زي بتاعتي وبتاعتك وبتاعت ما هزوا بالنسبة تفرجوا علينا يا نهارة بيت عطبيحة ما اعتقدش ان في مروح هتركب هنا قدام ممكن يكون ده مكان تبريد مائي او حاجة زي كده فنبدأ نحط مروحها هنا كده ايوه الشكل الجامد ده وممكن نحط مروحتين في السقف برضو خلاها نشوف لو ينفع نبدأ نحط لها بس انا حاسس ان البروسوسر او المعالج هيكون معطرد لهذا الموضوع فبالتالي هنبدأ نجيب مروحتين من العاديين دول ما اعتقدش انهم هيركبوا لا 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 يبقى هنا فيه مكان للتبريد المائي او حاجة زي كده ولكن احنا كده جمعنا الجهاز ولكن فيه هنا حاجة عايزك تعرفها فيه حاجة غلط احنا حطناها في الجهاز مش مناسبة او مش ماشية مع القطع اللي في الكمبيوتر كله لو تعرفها يبقى انت راجل عظمة وقديم وفاهم في الدينة دي كلها تخيل كارت الشيش ده داخل فيه كم منافس ثلاث منافس مع بعض يا نهر ابيض يعني معنى كده ان استهلاكه عالي في الطاقة يعني معنى كده الكمبيوتر ده استهلاك طاقة طيب دلوقتي نبدأ بقى نرجع الكيسة زي ما كانت نبدأ نركب الوش ونقفل الغطا زي ما انتم شايفين ونبدأ دلوقتي نجيب الفلاشة عشان نبدأ نحط لها نسخة ويندوز ندخل عالتولز دي الفلاش هي دي اه هي دي الفلاشة ممكن تكون هي دي والله ما عارف طيب دلوقتي نبدأ نشغل الكمبيوتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوة شغال اهو بسم الله ندوس اف اتنين زي ما انتم شايفين مواصفات الجهاز اهو اصداره عشر عشر اشفين وتون عشرين عندك اللي هو اي ناين تسعة تسعمية كيه ربنا يرزقني بجهاز زي ده اهو والله خلبك انا بحب الانتل جدا عندك برضو هنا سرعة المعالج خمس تلاف ميجا هيرتز واو الرماد ستاشر اتنين في تمانية عندك المومري او المومري اتنين في اتنين وده اللي مطلوب عندك الرماد سرعتها اتنين ستة مائسة ستين جيجا هيرتز هنكسارها دلوقتي لاني اصلا ما في توصل تلاتة تلاف جيجا هيرتز لان الجهاز هو اللي بحافظ عليها عندك الكارت اهو يا نهربة عملاق عملاق عندك التلات مساحات تخزين اول مساحة والتاني اتنين اللي هما الهارتات العادية الواحد تلاتة تيرة بايت يعني انا الواحد عنده خمسمائة جيجا هنا وحس ان هو ايه فبلا جواب تلاتة تيرة طيب دلوقتي ازا ما انتم شايفين احنا هنرفع الكولوك بتاع اه لا لا سيب الكولوك زي ما هو انا مش عايز العب في السي بيو انا عايز العب بس في الرماد نفسها ممكن تدينا الرماد بعد ازنك ادي الرماد احنا هنخلي الرماد اقصى حاجة تلات تلاف ومتين ميجا هيرتز عندك هنا دي برضو اه سيب لك الخيار ده انا صراحة ما مفهمش في الخيارات دي قوي بس احنا مش هنلعب فيها انا كل اللي يهميني ان انا اعلي الخيارات دي عندك هنا البوت عاوزوا يقلع من ايه فهو معمول على الامدو التوق او الاس اس دي ببعنا صح ومكتوب هنا اس اس دي معرفش يعني ليه طيب دلوقتي هنعمل بقى ابلاي اندرستار دلوقتي مفوض الجهاز هي راستر بينما الجهاز تقريبا مش دي الفلاشة بتاعت الويندوز خلينا نشيلها ونبدأ نحط له الفلاشة دي هي تقريبا دي ممكن تكون فلاشة الويندوز نبدأ نحطها لها اطفل كمبيوتر شغاله تاني والمفروض هو اوتوماتيك دلوقتي هيسطب الدنيا ايوة كده بدأ يسطب الويندوز وقت السرعة دي كده سطب معقولة هنحط له مش محتاجيا هنحط طبعا اللايت انا انا ملاحظ ان الجهاز اصلا ما فيهش الدنيا يعني ما فيهش مسلا موضوع الارب جي الرجب والكلام ده كله عندك برضو الفان كنترول مش محتاجينها الحاجات دي كلها مش محتاجينها كل اللي احنا محتاجينه بس ادوات الاختبار او ادوات الديست. عندك لها بتفعل جهاز هنا بس عايزة awareness حيبدأ يعمل اختبار للكمبيوتر ايه ده هو انا حاس ان هوا بعمل اختبار للكمبيوتر انا. تخيل التجميع جايبة مية اربعة وعشرين سابت طب هي الليعبة دي بتأثر على جهازي ولا هي بس بتأثر على الجهاز نفسه اصلا انا حس ان هي ممكن تعمل اختبار لجهازي هنا. بس بصراحة الصورة عظمة. الصورة جمدة جدا. عندك الفرام شايفين الفين وتمنمية يعني حلو. وقا دي وقت الاختبار. هو لحد الان الفرامات سابتة على مئة واربعة وعشرين. طبعا احنا كواحد من الناس انا لو عند اللي هي بشغلة ستين فريم يبقى حاجة عظمة. هنا الفرامات وقعت شوية بقت مئة وستة. برضو التجمع دي مش اقوى حاجة بس نظرة ان هي مشغلة حاجات زي دي. يعني انت شايف انت الفيديو المعروض قدامك ده اصلا يعني لو هو فيديو حقيقي يعني انت لو هتعمل بيه اختبار حقيقي على جهازك هتلاحز ان جهازك فعلا لو قدر يشغل مية يبقى مية مية. ده انا اعتقد لو انا عملت التست ده على الكمبيوتر بتاعي اللي انا بصور منه ما اعتقدش ان الجودة دي كلها هتوصل ستين يعني مسلا يعني هيبقى ستين واحد وستين خمسة وخمسين كده يعني انا مش تقعي عن جهازة صراحة. فمشاء الله يعني انا شايف الاختبار والتست شغال تمام. هنا خمسة وتلاتين فريم ينهر ابيض. في حجم السرعة على الاداء. تعرفوا ايه هي? والله لو تعرف يبقى انت جامد. يعني مسلا ممكن يبقى بردة ممكن ممكن البردة ما تبقاش قوية. ممكن البرسوسر ما يبقاش قوي ازاي البرسوسر اصلا دعم لكسل السرعة. ممكن يبقى في قرامات. انت شوفوا كده. كل واحد يقول لي ايه رأيه تحت. طبع زي ما انتم شايفين اهو المتوسط خمسة وتلاتين فريم كارت اا موديل اا السنة يا طهر ابيض. واع جدا اهو ايه ما عرفش ايه الكلام ده كله ايه رأيكوك. ندخل على ورن ات خلاها نشوف طبعا دي الالعاب المفروض نعرف هل الجهاز يقدر يشغله ولا خلا نشوف لو موجودة مش موجودة شكله كده يبقى العاب معينة. خلا ندخل عليها بتليج نشوف لان اللعبة دي برضو حجمها كبيرة. احنا عندنا ستاشر جيجا. عندك برضو هنا محتاجة في رام اربعة. الفيرام ده اللي هو كرت الشاشة ولا ايه? مش عارف الله اربعة وعشرين جيجا. لا يعني مناخر جهازنا هيشغلها. شباب الفيرام ده يقولولي ايه برضو لان انا مش عارف الفرق بين الرام والفيرام. الكمبيوتر اعتقد ان هو قادر ان هو يشغل جميع الالعاب يعني مسلا شوفت اللعبة دي اللي احنا ادخلنا عليها. طيب خلا نشوف اللعبة دي برضو. سايبر بنك دي? دي سايبر ايه? لا مسايبر بنك دي. دي حاجة تانية. خلا نشوف بتستقلك تمانية جيجا رام يا نهر ابيض بس احنا معنا ستة وعشر. يا لهوي اربعة وعشرين تبعين جيجا واحنا اصلا معنا ستة الف وخمسمائة جيجا بايف. يا لهوي. عندك هنا جيل تاسع هي عايزة جيل تامن. احنا معنا يعني فرق اه رهيف في الانوية. عندك هنا بتشتغل على الريديون عادي اللي هو الكروت احنا عندنا هنا معنا مش عارف ايه يعني الدنيا جامدة. يا نهر ابيض على الجامدان. طيب تمام كده? هنا نقدر بقى نتحكم في بتاعة الكيسة نفسها شايفينتوا? الكيسة نفسها? نقدر نتحكم كده نعمل نقدر فيها. ممكن ننور هنا طبعا عندك بتاع المروح. شوف انت عايز ايه بقى هتلاقي كده بنور بسرعة وانا ما بحبش كده بصراحة انا بحب خليس كده جدا. وعندك برضو ايه يبقى اللون تدريجي كده صح? كده احسن. تمام? الرقمات ليها برضو يا راجل معقولة والرقمات ليها برضو. حلوة هنا ان انت تقدر تعمل الالوان كلها. ممكن تخلي الالوان ثابتة يعني مش شرط مسلا تبقى كده ممكن مسلا تخليها كده. يعني مسلا تخليها لون واحد مسلا انت بتحب لون ايه? لون ابيض مسلا مش هينفع لون اسود لو في لون اسود معقولة. اه والله ده في لون اسود. احنا مسلا ممكن نخليها يعني ايه اه لو خليناها كده? ولا ما عارف صراحة. هو لون الاحمر حلو عليها. هيبقى احسن. وانا صراحة خلا نشوف ايه اللي هنا دي يعني ايه دي? اه دي اللي هي بتبقى شغالها مع حرارة الجهاز كل ما الجهاز يسخن كل ما هتلاقي الدنيا تفاهم? فعن خليها مسلا كده. كده تبقى التنور وتطفي كده كنعمل اكشن زي ما انتم شايفين. المروح والبتاقي. اضاي شكلها جامل. بس للاسف المروح دي والمروح لورا مش مش ارجي بي برضو. مش راجب. حط له بقى طبعا خلفية طبعا. عجبتني الخلفية دي جامدة. وبس كده. نشد بقى الفلاشة. زي ما انتم شايفين يا جماعة الكمبيوتر بتاعنا الجامد اهو عملناه. كل واحد بقى عنده تجميع في دماغه وعنده حاجة عاوز يحطها ما فيش ايه مشاكل اكتبال اتعطف الوصف واحنا ان شاء الله الحلات الجاه هنعملها مع العلم. احنا بالزبط هننزل كمان حلقتين او تلاتة من دي. وبعد كده نبدأ بقى بتعلابة نفسها. اللي هو مسلا واحد يجيب لك كارت الشاشة باز نصلحه. واحد يقول لك المروح بتاعتي معوش فيها ايه? واحد يقول لك الجهاز بتاعها معفر. فهم انت الكلام ده كله? انا بحب الحاجات دي الصراحة. وحلم ان شاء الله ان انا يكون عندي محل زي كده. تمام? واحب محل بيت يا امش هيبقى بقى في محلات وكده وبتاعش ان احنا لازم يكون شغلها منظيف وعراية. يا نسوش لايك والاشتراك في القناة. شوفكم على خير. سلام.